السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بطلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي على منصة البث المباشر بوزارة التربية معكم الأستاذ عبيد حسن معلمة الراديات ومدربة النظام الجديد وإدارة نصر التعليمية محافظة بانيس ويف سأصحابكم في رحلة ممتعة وشيقة لنغرف من بحر العن وننتهل من لآلئه كل مفيد وجميل سفوا أمانيكم وأحسنوا الظنة بربكم فأمانيكم اليوم هي واقعكم غدا مرحبا بكم ونبدأ رحلتنا أهلا بكم يا أبنائي في الدرس الرابع إن شاء الله بإذن الله اللي هو ضرب وإسمة الأعداد الصحيحة بإذن الله النهاردة هنتعلم إزاي نضرب الأعداد الصحيحة وهنتعرف على قسمة الأعداد الصحيحة وهنتعرف كمان على خواص عملية الضرب وخواص عملية الإسم بسم الله الرحمن الرحيم أولا ضرب الأعداد الصحيحة احنا الحصة اللي فاتت يا ولاد اخدنا مجموعة الاعداد الصحيحة عرفنا انها تتكون من ايه عرفنا انها تتكون من اعداد صحيحة مجابة اتحاد مجموعة الصف اتحاد مجموعة الاعداد الصحيحة السلم اخدنا القيمة المطلقة وعرفنا انها عبارة عن مجموعة اللي هو البعد بين الصف والنقطة اللي بيحددها لي او الرقم اللي بيحدده لي اخدنا المعكوس ان كل عدد ليه ايه معكوس كمان أخدنا الحصة اللي فاتت جمع وطرح الأعداد الصحيحة بالخواص بتاعتهم عرفنا أن في الإشارات بتاعة الجمع والطرح عرفنا أنイحن بنقول موجب مع موجب نجمع وينزل موجب عرفنا كمان إن سالب مع سالب بنجمع وينزل سالب عرفنا أن لما يكون عددين مختلفين في الإشارة اللي هو الموجب والسالب بنترح ونأخذ إشارة الكبيرة درسنا النهاردة إن شاء الله عبارة عن ضرب العداد الصحيحة وقسمتها هنبدأ بضرب العداد الصحيحة بإذن الله وهيبقى لنا درسين في الهندسة اللي هو بإذن الله الحصة الجاية البعد بالنقطتين والانتقال إن شاء الله الحصة الجاية هخلص منهج مارس وبإذن الله الحصة اللي بعدها اللي هي ليلة انتحان يوم الأربعة طبعا انتحانك يوم الأربعة بإذن الله يموحي تلاتين تلاتة إن شاء الله هكون معاكم يوم التلات بإذن الله بحصة المرادعة بتاعة الاختبار نبدأ بقى ان شاء الله بضرب الاعداد الصحيحة اول ما هنبدأ بضرب الاعداد الصحيحة هقولك تعالى عملية الضرب دي عبارة عن عملية جمع ايه متكرر يعني ايه عملية جمع متكرر يعني عندي لو قلت خمسة في اتنين معناها ان الخمسة مسافات خمس مسافات او خمس محطات تتكرر مرتين تتكرر ايه مرتين يعني خمسة في اتنين لو جبتها على الخط الاعداد اللي قدامي ده معناها ان انا اروح ابحث عايزة اكتب الخمسة. او اعملها على خط الاعداد. اعملها ازاي? اه. بداية محطاتي بتاعتي على الخط الاعداد اللي هو من اول الصفر لحد الخمسة. يبقى من اول الصفر لحد الايه? الخمسة. دي مرة. تمام? طيب. عايزها كمان مرة ما هو بيقولك مرتين. يعني الخمسة دي تكررت كم مرة? مرتين. لو على خط الاعداد يبقى هدأ من الخمسة لحد خمس مرات كمان. هنعد خمس محطات قدامنا. هتوصل للعشرة. يبقى عملية الضرب يعملية جمع متكرر زي ما اخدناها في جدوى للضرب عادي. ما فيش اي مشكلة. فلما يقولي خمسة في اتنين معناها ان انا الخمسة الاساسية. اقررها كم مرة على خط الاعداد? اقررها مرتين. مرة من بداية الصفر لحد الخمسة. يبقى كده خمس انتقالات موجودة هنا على خط الاعداد اهو. من الصفر للواحد ومن الواحد للاتنين ومن الاتنين للتلاتة ومن التلاتة للاربعة من الاربعة للخمسة. بعدين هنقررها مرة تانية. يبقى انا وقف عند الخمسة يبقى هتروح لحد الكامل الى عشرة. يبقى ازم هي عبارة عن ان انا لو قدرت احولها من ضرب الى جمع تبقى ازاي? هتبقى خمسة زائد خمسة بتساوي عشرة. يبقى بداية عملية الضرب بتاعتي ان انا تعرفت عليها ان انا عملية جمع متكرر كأنها جدوى للضرب بالزبط. طيب عرفت ازاي اعملها على خط الاعداد? ايوة بامثل العدد الاول من الصفر للرقم اللي اديهوني. من صفر الخمسة. اه دي خطوة. يعني نقطيت خمس نقطات. وبعدين هقف عند الخمسة. عايزة اقررها مرة تاني. يبقى هنقط خمس نقطات كمان للعشرة. طب لو انا عايزها هتنضرب في تلاتة. يبقى هقررها للمرة التالتة هنا ونطور خط الاعداد. ونقف عند خمستاش. يبقى انا قررت الخمسة دي بالجمع كم مرة? تلات مرات تديك خمستاش. كده تمام? يلا نوصل عملية الضرب وممكنة دايما في ايه? في صاد. يعني يا ميس انا مش فاهم. يعني عايزة اقول لك ان انت لو قلت اتنين اتنين في تلاتة. اتنين في تلاتة. بكام? اتنين في تلاتة بستة. صح? اتنين في تلاتة بستة. طيب الاتنين موجودة في الصاد. ايوة يا ميس. طب والتلاتة موجودة. اه. والستة اللي طلعت دي برضو موجودة في الاعداد الصحيحة. ليست كسر اعتيادي او كسر ايه? عشري. فبالتالي عملية الضرب بتكون ممكنة فين? في الصاد. طيب. عندي قاعدة الاشارات في الضرب. قاعدة الاشارات في الضرب يا ولاد. اذا كانت الاشارات متشابهة كان الناتج موجبا. كان الناتج ايه? موجبا. الاشارات متشابهة كان الناتج موجبا. يعني ايه? يعني انا لو عملت موجب في موجب. موجب في موجب. يديني موجب. طيب. لو الاشارات تانية متشابهة ما بيقول لك اشارات متشابهة يعني سالب في سالب اه سالب في سالب يدينا ايضا ايه موجب يبقى قعدة اشارات الضرب بنقول لما تكون اشارات متشابهة لما نضربها في بعض تدي موجب السالب لما نضربها في بعض ما متشابهة تدينا موجب لو اختلفت بقى لو الاشارات كانت مختلفة يعني كان الناتج ايه كان الناتج سالبة يعني لما قول موجب في سالب يدينا ايه يدينا سالب وسالب في موجب بيدينا ايه? يدينا سالب. دي القاعدة للسالة اللي عندنا في الكتاب. يبقى لما الاشارات تكون زي بعض. موجب في موجب يدينا ايه هشتار? يدينا موجب. سالب في سالب يدينا ايه? يدينا موجب. لو الاشارات اختلفت يدينا سالب. انا بقى في الفصلة عندي ومع اولادي بقول لهم احنا هنعمل هابي فيس. هنعمل هابي ايه? هنعمل هابي فيس. هابي فيس يعني ايه ميس? بأعمل دايرة كده عشان باجي في امتحان ويجيني في الامتحان بتاعي ويجي بصي لاقي ان الاشارات انا بقى بلاخبط في الاشارات بين الجامعة والضرب احط هنا العيون واحط واحط الفم من تحت اهو هو الزائد عشان الابتسامة بتاعتنا اهو بعمل عليها هابي فيس شايفين ده اسمه هابي فيس يعني ايه هابي فيس يا ميس يعني عبارة عن وجه بقسمه لما بيجيني مسألة ضرب او اسمه وعايزة ما اطلاخبطش بينها وبين عملية الجامعة والطرح بجي عملها بالفيس بتاعي احط العيون قدامي هي شرطتين اللي هما السالب وتحت موجب دايما الفم بيبتسب نبتسم للحياة اللي هي الزائد اشارة مستقلة بنفسها تحته يبقى لما يجيني موجب في موجب اهو موجب في موجب دي الاشارة دي موجب في موجب يدينا ايه يدينا موجب تمام والسالب لما ينضر في السالب برضو يدينا ايه يدينا موجب السالب اللي هي العين الزرق دي والعين الزرق دي يدينا ايه يدينا ايضا موجب لانهم مش هرطين متشابهتين. طيب لما اضرب بقى سالب في موجب اهو. لما اضرب بقى سالب في موجب اهو. لما اضرب خط اخضر كده. احط لون اخضر عشان تشوف. لما اضرب بقى السالب في الموجب. السالب في الموجب. هيدينا ايه? هيدينا السالب دي. طيب. لما اضرب الموجب اللي تحت. في السالب اللي فوق. لما اضرب الموجب اللي تحت. يعني هطلح كده. في الموجب في السالب. تدينا ايه? تدينا السالب اللي هي العين التانية دي. تمام؟ يبقى انا بعمل فيلم تحان هابي فيس واعمل العيون بتاعت قدي الهابي فيس بتاعي بحط العيون بتاعتي وحط الفم بتاعي باللول الزائد لان احنا دايما بنقول مبتسمين اعتبر ان هو مبتسم. فموجب في موجب اشارة مستقلة يدينا موجب. وفوق الاشارتين شبه بعض في نفس الاتجاه. سالف في سالب يدينا ايه? يدينا موجب ايضا. طيب هعكس هقول سالف في موجب هيبقى سالب فوق. طب موجب اللي تحت في السالب اللي فوق هيدينا ايه? فوق دينا سال. انا بس بحاول بقدر الامكان ان انا وصل معلومة طريقة سهلة وبقول قعدة اشارات الضرب بتمثل شكل هابي فيس بالنسبة لي. طيب انتبه عند ضرب العداد الصحيحة. انتبه لايه? في حاجات اكيد لازم اخد بالي منها. ايوة خلي بالك. لو كانت الاشارات السالبة اللي موجودة في المسألة السالبة فرديا كان الناتج عددا سالبا. واذا كان عدد الاشارات السالبة زوجيا كان الناتج عددا موجبا. عايز افهم يا ميس انت حطك بتقولي ايه? ايوة. تعال نشوف اعداد. بيكون قدامها الاشارات السالبة. لو عديت الاشارات السالبة ولقيتها فردي كان الناتج عدد ايه? سالب. عالوا نشوف كده مسألة للنسلة? اه. بقى اهو بصوا او قصدوا كده. سالب اتنين في سالب تلاتة في سالب خمسة. بيقول لك مجرد ما تبص للمسألة. ولاقيت ان السالب ادي رقم واحد. والسالب التانية. والسالب التالتة. كم اشارة سالبة لدينا? تلاتة. التلاتة دي عدد زردي ولا عدد فردي? لا عدد فردي. زي ما هو في الملحوظ اللي كاتبها لي. عدد فردي يبقى معناها يا ميس انه هيطلع لي ايضا الاشارة تكون ايه? الاشارة تكون سالبة. الاشارة تكون ايه? الاشارة تكون سالبة. اتنين في تلاتة بكام? بستة. ستة في خمسة بكام? ستة في خمسة بتلاتين. يبقى السالب هنا لما عدها السالب لما عدها هلاقيها ايه كم اشارة هلاقيها تلات اشارات عند الاشارات لما تكون فردية او اصدع الاشارة هنا ادي سالب ودي سالب ودي سالب عدوهم تلاتة لما يكونوا تلاتة يعني سالب في سالب بموجب وموجب في سالب بسالب عندما نعد التلات اشارات دول لانهم تلاتة نعد الاشارات السالبة دي لها تلاتة فتصبح الاشارة سالبة من غير حتى ما نضرب يبقى عارفين هنا الاشارات هتطلح سالبة. ولكن شوفوا المسألة التانية اللي هتنزل. لو كان مثلا الاشارة اللي عندي برقم مرتين. اتقررت مرتين. اه ادي اشارة سالبة. هتلضرب في الاشارة السالبة. رقم اتنين ده. بقى انت عندك اشارتين. اللي هو اتنين اللي هو العدد زوجي ولا فردي? لا زوجي. ازا الاشارة عندي هنا في اليمين هتطلع المجابة وما بكتبهاش. واضرب اتنين في تلاتة تديك كم يا شاطر تديني ستة يا شباب. تمام? يبقى انا عندي هنا. ازا كان عدد الاشارات السالبة فرديا كان الناتج عددا ايه? سالبا. وازا كان عدد الاشارات السالبة زوجيا كان عددا موجبا. ها كده متفقين? اتفقنا. يبقى دي مبحوظة لازم نخبرنا منها. لما ييجي يقول لي حدد الاشارة. حدد الاشارة او اوجد ناتج. اعرف على طول بدلا متعب نفسي اه دلتلاتة اه يبقى ده عدد فردي بقى الاشارة تنزل سالبة. طب لو خمس اشارات سالبة في المسألة. تنزل ايضا سالبة لانها عدد فردي. وضربت عادي. لكن بيقول لك لما يكون سالب اتنين في سالب تلاتة هنا. الاشارة تكررت كم مرة? اتكررت مرتين. يبقى معناها ان الاتنين دي عدد زوجي. فازا اشارة معناها انها تكون موجبا. وهكزا بقى لو زودنا. خلاص? عندي ملحوظة كمان ان عندي اه اللي هو بيقول لك عندي حصل ضرب اي عدد صحيح في الصف بيساوي صف. يعني لو قلت خمسة خمسة في صف خمسة في صف تديك ايه? تديك صف. اه اربعة في صف. اربعة في صف. هيدينا ايضا صف. لو قال لي اه مثلا اه صف الاول بدأ بالصفر فيه مثلا سالب تلاتة في العدد السالب. اهو صفر في سالب تلاتة. هيدينا ايه شطار هيدينا صف. هو الملحوظة اللي هنا حصل ضرب اي عدد صحيح في الصف ويعطيك صف. سواء بقى موجب او سالب. حلوة الملحوظة اللي جات لي في الصفحة دي وبيقول لي خلي بالك ان لما يتعد الاشارات السالبة ولاقتها آآ فقدية تنزل اشارة سالبة. لو عدت الاشارات ولاقتها زوجية تنزل الاشارة موجبة. كمان ان حصل ضرب اي عدد صحيح في الصف يساوي ايه يا شطار يساوي صف. احسنت احسنت يا احمد احسنت يا منا ممتازين على فكرة اي سؤال بتكتبوه في الدرداشة عندكم وانا بشوفه في نهاية الحلقة وبرض عليه المرة الجاية. الحلقة اللي فاتت كانت كلها ما شاء الله كلكم بتجاوبوا معي انا مشوفتش اسئلة صراحة ويعني واشكر كل اللي كانوا مشاكين معي في الحلقة. حدد فيما يلي ما اذا كان الناتج موجبا او سالبا او صفرا دون ايجاد الناتج. انا مش عايزة ايجاد ناتج. انا عايزك تقول لي انت فهمت ايه من قاعدة الاشارات دلوقتي. الناتج ده هيطلع موجب ولا سالب ولا هيساوي صف. يلا يا شطار انا شايفاكم كلكم بدأتوا تكتبوا. خمسة في ثلاث. شوفوا لاحظ العددين ها. موجبين ولا السالبين ولا موجب وسالب ولا بيساوي صف ولا ايه بالزبط. برافو عليكم. يبقى هنا هنكتب ايه? موجب موجب في موجب يدي موجب. برافو نكتب موجب. احسنتم. مسألة تمانية في اتناشر في سالب تسعة. عندي اشارة واحدة موجبة. بس عندي كم واحدة سالبة? عندي اتنين. يبقى ازا ان اشارات هتطلع ايه عندي? الاتنين دي عادل زوجي ولا فردي? يا مسل تسايلانا دوقتي ان هما يكونوا زوجي. بقى ازا عدد ايضا يطلع ايه? الاشارة بتاعته وتطلع ايه? موجب. اطلع العدد موجب. اهو نكتب موجب. حلو اول. هو طالب منك يكتب بس موجب او سالب او صفر. دون ايجاد الناتج. احنا مش عايزين نيوجد نالتك. يعني عايزين نتعلم. انما تجيني المسألة اخد درجة الاشارة الاول. وبعدين ابقى اضرب انت ارتدى كده معك الالة. او تضرب بدماغة مفيش مشكلة. طيب. عندي كمان المسألة بيقول لي اتنين في سالب تلاتة. اه واحدة موجبة. واحدة سالبة في الهبي فيس يبقى يدينا سالب. يدينا ايه? يدينا سالب. برافو عليكم. احسنتم. حلو يا شاهد. صفر في سالب خمسة. اه. الصفر. لسه كنا منزلينه في الشريحة اللي قبل كده. بيقولك ان الصفر في اي عدد يعطي صح صفر. صفر في سالب خمسة يدي صفر. برافو عليكم. ندخل على المسألة بعدها. سالب تلاتة في سالب خمسة في سالب واحد. انا ما طلبتش منك الضرب ده انا طلبت منك الاشارة. برافو. عدوا. واحد سالب. اتنين سالب تلاتة سالب. كم اشارة سالبة? تلاتة. هنا يبقى يكون ايه? عدد فردي. ازا النتيجة هيطلع الاشارة بتحتي ايه? سالب. العدد اللي هيطلع هنا هيطلع بالسالب. يعني اشارة هتطلع بالسالب. حلو. كده ده سؤال. طب لو جيت قلت لك اوجد نتج ما يأتي بقى خلاص. هنا بقى شوف نفسك. انت دلوقتي هتضرب وتحط اشارة. تمام? يبقى انا انتك دلوقتي ازاي تحط الاشارات? او عرفت العدد هيطلع ايه بالاخر? موجب ولا سالب ولا بيساوي صفر. طب لو اخذنا تلاتة فاربعة. برافو عليكم سمعاكم وبتكتبوا وشايفاكم تمام. تلاتة فاربعة ممتازين. وموجب في موجب برافو. يعني يدي كم يا شطار? يدي اتناشر. احسنتم. مسألة اللي بعدها. والعدد موجب. سالب تمانية في خمسة. سالب في موجب. على الهابي فيس بتاعنا احنا هو. بصوا الهابي فيس بتاعنا هو قدامنا. ارسموا. ادي سالب. ودي سالب. ودي موجب. اهو. تمام? عايزين دي اشارة ايه بقى? واحدة سالب واحدة موجبه. يبقى على طول سالبة في موجبه بيدينا سالب. اذا سالب ها? اربعين. سالب اربعين. ممتازين. واحتفظ بالسالب جوه كوس. احتفظ بالسالب جوه كوس. عشان الالة الحزبة ما ما طلح بطليش الارقام بتاعتي. انا بحب احتفظ بالعدد يعني لو دخلتوا على الالة الحزبة ادخلوا بكوس. عشان يطلع لي سالب اربعين فعنا. طيب. عندي مسألة كمان. سالب ستة في سالب سبعة. اه. لو انا هنا سالب في سالب. اه سالب في سالب. يدينا موجب. يبقى ستة في سبعة بكام? باتنين واربعين. والاشارة موجبه اخد الدرجة بتاحت كاملة? لما يجيب لي مسألة زي كده. المسألة اللي بعد كده يا مس اهو. عندي كمان صفر في سالب سبعة. لسه واخدينها دلوقتي. صفر في اي عدد سوى سالب او موجب يدي ايه يا شبطار? يدي صفر. يدي ايه? يدي صفر. تمام? مسألة اللي بعد كده. سالب اتنين في سالب خمسة في خمسة. طيب تمام? عندي كم اشارة سالبة? اتنين. وهو عدد زوجي. ازن سالب في سالب يدينا موجب برافو. هنا مفيش اشارات الا الموجب. ننفي خمسة بعشرة. عشرة في خمسة بكام? هكتب خمسين. برافو عليكم. شكرين. حلوة يا منا. عندي كمان سالب وحمد العشري. وعندي محمد. ما شاء الله محمد العشري. سالب في سالب اربعة في اربعة. تمام? يبقى هنعمل ايه يا شاهد? اه يبقى انا معناها هنا سالب في سالب. اهي اشارة برا معناها هنضربت في الاشارة اللي جوة. سالب في سالب يديك ايه? يدينا موجب. اشارة هناك يدينا موجب. سالب في سالب يدينا ايه? يدينا موجب. اربعة فاربعة بستاشر. ليه عطتنا موجب المسألة دي? ليه عطتنا موجب? لان عدد الاشارات ايه? عدد الاشارات زوجية. عدد الاشارات ايه? زوجية. هكتبها لكم برا في الابيض عشان تباني النتيجة. اهي. هتطلع هنا بكام? بستاشر. تطلع هنا بكام بستاشة. عد الاشارات السالبة اللي في المسألة اتنين. وهو عدد زوجي اذا الاشارات تطلع معايا موجبه. تطلع بكام بستاشة. ممتازين يا ولان. يلا انا واحن نشوف ايه اللي مكتوب آآ عندنا بقى خواص برافو عليكم كلكم. هنحن نشوف خواص عملية الضرب في حصاد. عايزين نفهم الخواص في عملية الضرب. اول خاصية عندي. اول خاصية عندي بتقولي الانغلاق. عملية الضرب ومغلقة في حصاد. ايه 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 ا الاعتيادية والقصور العشرية يبقى خاصية الانجلاق متحققة عندي خاصية الإبدال عملية الضرب إبدالية في صاد سمعيكم ممتازين بتقولوا لي أيها إبدالية موجودة يعني أنا قتبت اتنين في تلاتة لو أنا قتبت اتنين في تلاتة هي نفسها هي بستة بتساوي لو ضربتها ثلاثة بدلت ثلاثة في اتنين خليت الحد الأول هو الثاني والحد الثاني هو الأول وهنا كتبت اتنين هيطلع لي بستة وايضا دول موجودين فين? في جدول الضرب وموجود في الاعداد الصحيحة. يبقى اللي بدال موجود? اه موجود. كمان ايه? عندي خاصية الدمج. عملية الدمج دامجة في صاد. عملية الدمج موجودة في صاد او دامجة في صاد يعني ايه? يعني لو غيرت الاقواس بتطلع لنفس النتيجة. لو كتبت اتنين. لو كتبت اتنين. اه في تلاتة. تمام? في خمسة. ننفي تلاتة كانت? في خمسة. تساوي. ورحت كتبت تاني اتنين. كتبت اتنين. اهو. في تلاتة. ها? في خمسة. ركز معي. انا كتبته مرتين بس اغير لك لون. ليه? لان هاضيف اقواس. لو عملت الكوس من هنا. بين اللي اتنين والتلاتة حطتهم كده في كوس. ورحت النحية التانية. رحت واحدة التلاتة مع الخمسة في كوس. دي اسمها الدمج. يعني يا ميس الدمج. يعني اتنين في تلاتة. اضرب بقى اللي جورة الاقواس وضربهم في خمسة. شوفهم نفس النتيجة اللي هتطلع له. وضربت بتلاتة في خمسة. اتنين في تلاتة بستة. ستة في خمسة بتلاتين. الناحية دي طلعت بتلاتين يا ميس. حل. طيب. والناحية التانية. يلا اضربوا كده. اضربوا الجورة القوس الاول. فوق القوس الاول. تلاتة في خمسة بكم? بخمستاش. وخمستاشر في اتنين على الاقل الحاسبة تديك كم? تديك تلاتين. يعني عملية الدمج متحققة? ايوة متحققة. انا كده بشح الخواص على فكرة الانغلاق. عملته. الابدال والدمج. وجدت ان احنا لو حطنا بقص في الاول او حطناه في الاخر. هيطلع بنفس النتيجة. ممتازية. خاصية المحايد الضربي. الواحد هو المحايد الضربي في صد وايضا في طه. يعني عندي الواحد لو ضربته في اي عدد موجود في الصد هيديني عدد. ولو ضربته في طه اللي هي الاعداد الطبيعية ايضا هيديني عدد برضو. يعني هي متحققة في الصد في العدد الصحيحة في العدد الطبيعي. فمعناها ايه? معناها ان انا لو قلت هغير بس اللون. لو انا جيت قلت دلوقتي واحد في خمسة. لو انا قلت واحد في خمسة. واحد في خمسة بكام? ايوة ما المحايد الضربي واحد في خمسة بكام? يعني اي حد اي واحد اي عدد ينضر في الواحد يدينا نفس العدد. ممتازين. خاصية التوزيع. يكسر بها توزيع عملية الضربي على عملية الجمع وعملية الطرح. ثم ايجاد الناتج. يكسر بها توزيع عملية الضربة. على عملية الجمع وعملية الترحية. يعني ايه يا مسا انا مش فاهمة. يعني معناها ان انا لو عندي مسلا هكتب لك هنا اتنين. تمام? هنا اتنين. هاضربها فيه. هاضربها فيه. الكوس هيتفتح. وعندي آآ تلاتة زائد اربعة. تلاتة. اهي. زائد اهن اربعة. تمام. حلو اود. يسار. انا عايز احلها دي. عمدي عملي الضرب وعملي الجمع. هرو هعمل ايه? ايوة خلي بالك ده. انا هرو هعمل كده. هوزع الضرب. ما اسمها توزيع. وزع الضرب ده. الاتنين هوزعها التلاتة مرة. ووزعها على اربعة مرة. يعني مرة الاتنين تنضر في التلاتة. ها? ومرة الاتنين تنضر فيه الاربعة. يعني ايه? يعني ايه? يعني اتنين. ادي التوزيع واتنين فيه تلاتة. واحطها في كورس. واحطها في كورس مع بعضيهما اهي. واروح اقول الاشارة ايه اللي في الواسط زائد. يبقى زائد. روح وزع الاتنين في الاربعة يبقى الاتنين في الاربعة واجيب النتيجة الاولى واجيب النتيجة التانية دا سمو توزيع الضرب على الجامع لو الاشارة بينهم طرح يبقى توزيع الضرب على الطرح ونطلع النتيجة خلاص يبقى انا عندي كم خاصية في العملية الضرب متحققين الانغلاق الابداء للدمج المحايد الضربي والتوزيع ويلا بينا نشوف ايه اللي علينا في الاسئلة اللي جاية اوجد ناتج مياتي هنحقق بقى دلوقتي كل اللي احنا خدنا خواص وعملية الايه الضرب صفر في سالب عشرة صفر في سالب عشرة ايه وابرافو عليكم هيديني ايه هيديني صفر ممتازين انا سألة تانية اه مطلق سالب اربعة في سالب خمسة مطلق سالب اربعة في سالب خمسة هطلع الاول اللي تحت المطلق ده لابد ان يطلع بالموجب لانه مسافة بين الصفر والعدد سالب اربعة ممتازة منا حلوة يا شهد ماشي تمام اربعة في سالب خمسة خلاص طلعنا المطلق من جوه المطلق بنوجب بقيت اربعة اربعة في سالب خمسة اشارة سالبة ممتازين اربعة في خمسة بكام اربعة في خمسة بعشرين اهو يبقى انا هروح اعمل كده واقفل الكورس كده لان انا متعودة اقفل الكورس على السالب عشان ده تصح بقى كده طيب تمام ايه كمان مطلق سالب سبعة هضربه في مطلق اتنين يلا حل يا شاطر مرافو عليكم بتقولوا دي بسبعة ممتازين ودي بكام ودي باتنين وهنضربهم يبقى سبعة في اتنين بكام ممتازين موجب في موجب بموجب وهتطلع بأربعة عشر احسنتم يلا بينا نشوف المسألة اللي بعد كده سالب تلاتة في سالب في سالب ستة خلي بالك عبد الاشارات سالب ادي واحد اتنين تلاتة يبقى كده الاشارة تنزل ايه هتنزل سالبة لانها عدد فردي تلاتة اشارات تلاتة في ستة بكام بطمنتاشر احسنتم يبقى سالب طمنتاشر يبقى سالب ايه طمنتاشر ممتازين المسألة اللي بعد كده صفر في تمانية ايوة انا عطتلك المسألة اللي فقد في السالب قلت يمكن تغير رأيك كل حاجة تقول لي لا يا ميس ده الصفر في اي عدد ينزلها صفر ينزل ايه يا شطار ينزل صفر احسنتم يا ولادي عافية على ولادي ثانيا قسمة الاعداد صحيح انا كده خلصت الضرب هدخل بقى في القسمة القسمة شبيهة بالضرب ولكن في قاعدة الاشارات فقط قاعدة الاشارات ايه فقط تعالوا نبص كده عليها عملية القسمة ليست دائما ممكنة في صاد هنعرف ليه بعد شوية ليست دائما يعني مش موجودة كلها في صاد فعلا هيحصل كده بعد شوية طيب عندي كمان قاعدة الاشارات عند القسمة في الصاد هي نفس قاعدة الاشارات بتاعة الضرب اللي هي بالهابي ايه بالهابي في السل اللي انا علمتها لك منعمل هنا سالب وهنا سالب أدي هنا العيون وقادي الفم دايما مبتسم فمنعمله بالزائد وإشارته مستقلة فهنقول عند كانت الإشارات متشابهة كان الناتج موجبا اتعلمنا أن موجب تقسيم الموجب بتساوي موجب وإستقالب تقسيم السالب تعطي أيضا موجب لما تكون الإشارات مختلفة بيكون الناتج سالب لو موجب مع سالب هنقسم الموجب على السالب هيدي السالب لو استقالب هيتقسم على الموجب بيبقى هيدي سالب أيضا نفس الشيء في الهابي فيس قلت الموجب على الموجب يدي موجب السالب على السالب يدي موجب لو سالب على موجب يدي سالب لو الموجب على السالب يدي ايضا سالب تمام حلوة خالص تعالوا بقى نشوف الايه حدد فيما يلي بقى السؤال اللي بيحدد لي الاشارات وده سؤال خويس جدا بيقولك حدد الاشارة هنا سالب خمسة وعشرين على خمسة سالب خمسة وعشرين على خمسة يعني ايه الاشارة هتطلع ايه شطار هتطلع بالسالب هتطلع سالب يبقى نكتب ايه الاشارة هو عايزك تكتب الاشارة من غير ايجاد ناتج تمام افهم السؤال السؤال اللي بعده مية اربعة واربعين على اتناشر اه موجب على موجب يدي موجب احسنتم احسنتم برافو في ناس لستة بتقول يا مستر يعني هم ما جلنا مسألة ممكن نعملها الهابي فيسة هو انا علمت هالك على طول دايرة ناقص ناقص او سالب وسالب واحد من هنا الموجب ودي قعدة اشارات الضرب والاسم فقط ما بحققهاش في الجمع ده دي في الاسم والضرب اه يلا نشوف المسألة بعد كده اه سالب خمستاشر على تلاتة الاشارة هنا تبقى ايه يا شطار اه سالب على موجب او سالب على موجب يدينا ايه يدينا سالب ممتازين احسنتم ايه كمان عندي صف على سالب خمستاشر اه هنا حطيتلي صف يا ميس على سالب خمستاشر هحط الاشارة السالبة لأ هكتب ايه هكتب صفر لان احنا قلنا او صفر لان الصفر بينضرب او بيتقسم هتديك صفر تمام عندي المطلق سالب اربعين بيحب يحرك هنا ويحاول يغلطك ويقولك انا جبت لك قيمة مطلقة حلها يا شاطر حلها هنا المطلق هتطلع بايه المطلق هتطلع بايه هتطلع بالموجب يعني اربعين حلها هنا ايه اربعين اشارة الموجبة مع الإشارة السالبة الموجبة مع السالبة تدينا إيه؟ تدينا سالب ما استرعش وراح أكتب موجب عشان المطلق لأ لازم تحلال أول طلع دي الأول وشوف الإشارات يبقى سالب ممتازين خوزت عملية القسمة بقى أو ده اللي احنا عايزين نشرح بيقول لك انغلاق عملية القسمة ليست عملية إيه؟ مغلقة فصار يعني يا ميس ليست مغلقة فصار يعني بمعنى أننا لو جيت قلت لك مثلا خمستاشر على تلاتة خمستاشر خمستاشر على تلاتة فيها الكام خمستاشر على تلاتة فيها الكام فيها الخمسة دي موجودة في صدو ولا مش موجودة موجودة ولكن لو جيت قلت تلاتة على خمسة تلاتة على خمسة بالألة الحزبة وأنا بأسم هلاقيها غير ممكنة هلاقيها غير ممكنة هلاقيها غير إيه؟ غير ممكنة يبقى أنا أكتب هنا غير ممكنة فبالتالي مش كلها موجودة غير ممكنة. غير ممكنة. تمام? يبقى انا عملية الانغلاق مش دايمة في الصات. تمام? يعني الانغلاق مش موجود. طيب. عندي كمان الابدال. عملية القسمة ليست ابدالها في الصات. ايوه. ما لما جيتها السماية خمستاشر على تلاتة. هقول خمستاشر على تلاتة. رضيت علي انت يشاطر الشطر اللي عاديين قدامي. بيقولولي خمستاشر على تلاتة فيها الخمسة. لما تروح تقسم بقى. تلاتة على خمستاشر. يان. هل ينفع نفس النتيجة? هتطلع لك نفس النتيجة. تلاتة على خمستاشر. هل هي بتساوي الخمسة? لا. لا تساوي الخمسة. لا تساوي ايه? الخمسة. لان عملية ليست ابدالية. ممتازين. عافي على ولادي. يلا بينا. الدمج. عملية القسمة ليست دمجة في صاد. ايوه. ليست دمجة في صاد. ايوه. ازاي يا ميز? يعني بمعنى. يعني بمعنى. ان انا دلوقتي لو جيت واحدة قلت لك. لو قلت لك. مثلا. انا هشرح لك ايه? خمسة وتلاتين. خمسة وتلاتين. تمام? على. على. ال خمسة. تمام? على سبعة. ادي تلات اقامها. وارح اقول لي يساوي. طبعا. اقول لي يساوي انا مش عالفة. لسه هحط الأقواص. خمسة وتلاتين تاني. هاسمها على خمسة. هاسمها على سبعة. هاسمها على كام? على سبعة. وغير اللون. وهشرح لك ازاي? هنعرف انها ليست دمجة. اولا يا شطل. تعالوا ناخد الخامسة وتلاتين هقسمها على الخمسة احطها فقص كده تمام وجيت في المرة التانية رحت عملت لك القسمة هنا هوا عملت لك كده يلا يلا حل اللي بقى لبين الاقواص لما تيجي نحل اللي بين الاقواص خمسة وتلاتين على الخمسة فيها كم خمسة وتلاتين على الخمسة فيها فيها السبع او Start of 7 على سبعة فيها الكام فيها الواحد يبقى النتيجة الاولى تطلع بكام هتطلع بواحد هتطلع بكامل شطات يبقى 35 لما فكت 35 اصمتها على الخمسة طلعت بسبعة سبعة السبعة فيها الواحد ممتازين حل اللي التانية دي بقى 35 على سبعة اهي هكتبها هنا 35 نسعبك كتبها هنا 35 على ها خمسة على سبعة واحد حطتلي الكوس هنا وقيتلي يلا حل لازم نفك الكوس الاول لما تيجي تفك الكوس ينفع يعني 35 ونقسم خمسة على سبعة اقسم كده خمسة على سبعة هتديك ايه على الادة الحزبة تدينا عدد عشري يبقى هنا 35 ينفع تتقسم على عدد عشري ونقول انها تنتمي لعداد الصحيحة لا يبقى ديها اسمها غير ممكنة غير ايه غير ممكنة غير ايه يا اولاد غير ممكنة ليه لانها ما انفعتش عدد خمسة لتقسيم السبعة عدد صغير فبالتالي طلع لعدد عشري والعدد العشري احنا مش موجود عندنا في الصار فبالتالي عملية الدمجة ليست دمجة في صار فهمنا يعني انجلاق اه يعني كل الارقام لابد ان تكون داخل لعدد الصحيح هل يقترى ده بيتحقق في الكسمة لا لما بنقسم عدد هنا على ثلاثة بيطلع لي لو عدد كبير لو عدد صغير بيدينا عدد عشري فبالتالي ليست مغلقة الابدال ليست عملية ابدالية فعندنا قسمة العدد الكبير على الصغير طلع لنتيجة لنجد والضرب لكن لما اقسم بقى العكس لما اجع تلاتة على خمستاشر غير ممكن لا تستاوي الخمسة تمام عملية الدمجة بابسط شيء حطت لك ارقام وحطت لك اقواص بدلت الاقواص فطبعا بالتالي عطت في نحية وعطتنا فيها واحد اللي هو الجنب الايمن اما الجانب الايصر بيكون عملية غير ممكن وبكده نكون خلصنا مين خواص عملية القسمة تعالوا بقى نشوف الاسئلة تعالوا نشوف اختار الاجابة الصحيحة مما بين القوسين بيقولك تلاتة في اه اللي هو مطلق سالب تلاتة اه لازم تحل دي الاولي بدي هنطلعها بكام دي هتطلع بتلاتة شوفوا انا هحلها والنتيجة هتنزل دلوقتي تلاتة في تلاتة ايوا برافو عليكم احسنتم بتقولي بتساوي كم بتساوي تسعة ممتازين يا ولاد ممتازين تدخل السؤال اللي بعده ادخل السؤال اللي بعده بيقول ايه تمانية واربعين على سالب تمانية اه الاشعارات بتاعتنا موجب مع سالب هنا موجب على السالب فبالتالي الاشرارة تكون سالبة يبقى اول حاجة هعرفها ان لابد ان تكون اشرارة ايه سالبة اه يبقى انا هيئمة سالب ستة يئمة سالب اتناشر على الاحز بقى او انا حفزة جد والضرب تمانية واربعين على تمانية يبقى فيها سالب ستة ممتازين طيب عندي مطلق سالب ستة وتلاتين مطلق سالب ستة وتلاتين على مطلق الاربع مطلق سالب ستة وتلاتين على مطلق الايه الاربع المفروض سالب ستة وتلاتين تطلع بكم? اه تطلع بكم مطلق? تطلع بستة وتلاتين. حلوين تطلع بستة وتلاتين. والاقبعة تطلع بكم? بالاربعة. يبقى ستة وتلاتين على الاقبعة فيها الكام? فيها التسعة. اه 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 التسعة دي خليها تسعة. تمام? دي خليها موجب تسعة. بس كده. يبقى ستة وتلاتين على الاقبعة هتكون ايه? هتكون موجب تسعة. يبقى انا هنا المطلق بتاع السالب ستة وتلاتين. لقيته ستة وتلاتين. تقسيم مطلق الاربع. طلع الاربع. يبقى ستة وتلاتين على الاربع تديك كامية شطار. تدينا موجة بتسعة. تدينا موجة بتسعة هي. تسعة. انا صلحت الاشارة. هنا تبقى موجة بايه? تسعة. ممتازين. نشوف السؤال اللي بعده. عافية لأولادي. ايه وجد ناتج ما يأتي? اربعة وعشرين تقسيم سالب تلاتة. القاعدة بتحتي. الهابي فيس. حطيته قدام عيني في ناس بتضلحبت. احطه عشان ما اطلق بطش. او اربعة وعشرين تقسيم سالب تلاتة. ايه الاشارة مختلفة? يبقى تدي ايه? تدي سالب ممتازين. احط السالب. اربعة وعشرين على التلاتة فيها الكام? اربعة وعشرين على التلاتة فيها التمانية. يبقى فيها سالب تمانية. دي مسائل الاسم هي. انا مدخل الاسم بقى في الضرب احنا خلصنا. طيب. عندي كمان السالب بره ومطلق سالب اربعة تقسيم اتنين. اغير بس لون الالم عشان يبقى فاتح وظاهر. عندي هنا المطلق سالب مطلق سالب اربعة. حل اللي لجوه. تطلع بكم باربعة. طيب. هتطلع بره. هتنضر في كام في السالب. يبقى السالب تتحط لها. بقت سالب اربعة. بقت سالب ايه? اربعة. تقسيم سالب اتنين يبقى سالب اتنين. تحتفظ بالاشارة. تحتفظ بالاشارة السالبة. احسنتم. ندخل على صفر. تقسيم مطلق سالب تمانية. تمام. هنا هطلع ليه بتمانية. هيطلع بتمانية. صفر التقسيم اي شي هيديك ايه? هيديك صفر. هيديك ايه اولاد? هيدينا صفر. المسألة اللي عليها الدور. المسألة اللي عليها الدور دلوقتي بيقول لك سالب ستة وتلاتين على ستة. سالب ستة. سالب ستة وتلاتين على سالب ستة. اه. ده احنا لسه بنقول سالب مع سالب اذا الاشارة هيه? هتطلع موجبه لانهم عدد زوجي تمام? وستة وتلاتين على الستة فيها الستة. ستة في ستة بستة وتلاتين. يبقى الاشارة موجبه براف عليكم. عافية على ولادي. ممتازين. شايفكم بتحلوا. نينو سبعين على اتناشر. موجب على موجب. اهي. موجب على موجب. يعني مستقلة بذاتها. تدي موجب ايضا. نينو السبعين على اتناشر فيها كام يا شطار فيها الستة. عافية عليكم. احسنتم جميعا. شايفكم انتم بتحلوا? يلا بينا ننتقل الى السؤال الاخر. ارجط قيمة في كل حالة مما يأتي. انا كنت نهية الحلقة اللي فاتت بقيمة سين برضو في حلقة الجمع وطرح العداد الصحيحة. جبت اقول لك النهاردة لما يكون ضربة واسمة. خمسة في سين بتساوي خمسة واربعين. عايزين نطلع نتيجة السين. عايزين نطلع الحرف السين ده بكام? المجهول ده بكام? مين العدد اللي انضرب في الخمسة? يديك خمسة واربعين. محنا بنسأل نفسنا. مين العدد اللي انضرب في خمسة? يديك خمسة واربعين. برافو. يبقى السين بتساوي كام? ايوة يبقى السين بتساوي سمعيكم? بتساوي تسعة. احسنتم. يبقى مين العدد هنا? من العدد اللي انضرب في الخمسة? عشان يدينا خمسة واربعين. برافو. يبقى بتسعة. خمسة في تسعة خمسة واربعين. السين هنا بتساوي كم? بتساوي تسعة. السين هنا بتساوي ايه يا ولاد? بتساوي تسعة. مسألة التانية. سالب تلاتة في سين بتساوي سبعة وعشرين. سالب تلاتة في سين بتساوي سبعة وعشرين. عايزين السين اللي هنا دي. السين دي. يا طرى من العدد اللي نضرب في السين ويدينا موجب سبعة وعشرين. وخلي بالك انت عندك اشارة سالبة. يعني انت مرتبط ان تكون هنا الاشارة موجبة. يبقى هنضرب في ايه عشان تيدينا الاشارة مجابة برافو سامعكو كلكو بتقولي يعني لازم تنضيف في السالب هنا يا مس برافو يعني لازم تنضيف في السالب عشان انا واقول سالب في السالب يدينا هنا موجب بسبعة وعشرين يبقى السين هنا بكام برافو يبقى السين تلاتة في تسعة بسبعة وعشرين يبقى السين هتطلع بكام يا شبطان يبقى السين هنا في الخطوة دي هتساوي سالب تسعة هتساوي سالب ايه هتساوي سالب تسعة معلش هتساوي سالب تسعة بس ده. واحط لكم في مربع عشان تشوفوه. او يبقى السيم بتساوي كام? سالب تسعة. تاني نقول تاني. يبقى عند ايجاب كيمة سيم في كل حالة مما يلي. بقول خمسة في سيم بتساوي خمسة واربعين. ببحث عن العدد من ضرب في الخمسة. وايضا يديني النتيجة موجبة. طب ما هو العدد الاولاني موجب. يبقى خمسة في كام? خمسة في تسعة. بخمسة واربعين. دي سهلة. دي خلاص. عرفناها. ندخل على التانية. سالب تلاتة في سين بتساوي سبع وعشرين. اه. عايزين نضغبها في عدد بحيس انه يدينا جنب السبع وعشرين هنا موجب. يبقى معناها ان انا اضغب السالب دي فختها اللي شبيهة بيها. سالب. والسين يبقى من تلاتة في مين يديك سبع وعشرين. يبقى التلاتة في تسعة. يبقى سالب تسعة. يدينا السبع وعشرين. وازن السين هنا بتساوي ايه? سالب تسعة. ممتازين. ندخل على السؤال اللي بعده. اوجد ناتج ميالي باستخدام عن انغلاق ها سامعاكم ابدال مبتزين ودم ايوة والعنصر المحايد الضربي والتوزيع ايوة هم خمس خواص تعالوا بقى نفتكرهم مع بعض في مسألة زي دي احلها ازاي يا ميس اه ده انا شرحتها ساعة الخواص وقلت لكم هنعمل ايه هنوزع هنا بقى سالب اربعة لوحدها بقى ونضرب افكوز تاني اربعة زائد سالب واحد معناها ان انا هستخدم خاصية ايه هنا خاصية التوزيع ولما العدد الناتج يطلح في الاخر يبقى خاصية ايه بخاصية انغلاق يبقى انا عملية ايه توزيع ازاي هميس يلا نضرب انا شايفاكم انتم بتحددوا بالقلم بنضرب دي في الاول تمام وزائد في الواسط هوزع الضرب تاني على العدد التاني اهو بالاسهم كده يلا بينا يلا بينا هقول سالب اربعة هنقول يساوي هنا الاول انا حلوه سالب اربعة احطها في كوس تمام هضربها في مين في الاول هضربها في الاربعة اهيه هضربها في اربعة تمام اما هو على فكرة لما يقول لك ايه وجد ناتج مالي باستخدام خواص الضرب معناها ان انت واستخدمش الالة الحزبة لازم تروح الاول تفكها قدام عينه لازم تكتبها فلازم ما تكتبها معناها ما اجيبش النتيجة على طول لازم تعمل خواص الضرب ده ده لما يحدد لي باستخدام خواص الضرب الالة هنا هتنقصك ضردات لو انت جبتها بالالة بس لازم تحددها فانا عملت ايه يا اولاد هعمل طبعا هنا هنعمل ايه لازم نحدد هنحدد ايه يا ميس هنحدد ونقول هنا سالب اربعة في اربعة سالب اربعة في ايه فاربعة سالب اربعة فاربعة طبعا اشارة هتكون ايه يا شطار هتكون بالسالب هتكون بالايه بالسالب ليه لان سالب اربعة فاربعة تديك بسالب ستاشر تديك ايه يا شاطر تديني سالب ستاشر تديني سالب ستاشر كمان برافو عليكم يا ولا. طيب. لو انا جيت دلوقتي واحدة قلت لك. التانية هتبقى ازاي? هتبقى سالب اربعة في هتبقى سالب اربعة في تعالوا نبص كده. اهي. سالب اربعة في اربعة. برافو. دي كده الواحدة. زائت. اهو. سالب اربعة في سالب واحد. سالب اربعة. تمام? اهو. في سالب واحد. في سالب واحد. كده ممتازين قوي. كده انا ايه? عملت خاصية. خاصية دي اسمها ايه? خاصية دي اسمها ايه؟ لما انا عملت كده الاسم اللي انا عملتها دي والتوزيع اللي انا عملتها دي اسمها توزيع اسمها خاصية التوزيع يبقى انا اكتب هنا ايه؟ التوزيع ما هو مطلوب ان انت تكتبها وبيقول لك اسكرة التوزيع التوزيع معلش هو الخط بس بس عشان المسافة زيادة فاكتب هنا ايه؟ التوزيع دي خاصية التوزيع كملوا كملوا معايا سالب اربعة فاربعة الاشارة سالبة في الموجب ايديك كام ديك سالب ستاشر اهي اهو سالب في الموجب يدينا سالب ستاشر تمام وارح اقول له زائد ها؟ سالب اربعة في سالب واحد الاشارات متشابهة بالله ها بفرين en salب في السالب يدينا اهي? يدينا موجب اهي برافا عليكم واقول يساوي تلع للمنتيجة يا شاطر انت كده عملت خاصة التوزيع سالب ستاشر زائد اربعة ايوه الاشرات مختلفة في عملية الجمع سالب مع موجة. بنطرح وينزل اشارة كبير. من الاشارة الكبير? اللي هي سالب ستاشرة. اذا الاشارة تنزل سالبة. ها? ستاشرة ناقص اربعة تديك كم? تديك سالب? اتناشر. يا طرى العدد ده موجود في الصاد ولا مش موجود في الصاد? ايوه موجود في الصاد? يبقى انغلاق. يبقى الخاصية دي اسمها انغلاق. اهي. خاصية دي اسمها ايه? انغلاق. ها? كده تمام? يبقى انا عرفت حلة دلوقتي بخواصة مين? بخواصة الضرب. ايه الخاصية الاولى اللي استخدمتها? خاصية توزيع الضرب على الجمع. خلاص وزعت. وبعد ما وزعت كتبت كلمة التوزيع. تحتيها جاوبت وقلت فكت كل واحدة فيه وطلحت النتيجة بالاشارات. عملت قاعدة الضرب بتحتي بالاشارات المختلفة. رأنت راح ناخد اشارة الكبير. وتبقى دي خاصية. هل السالب اتناشر موجودة في الاعداد الصحيحة? ولا مش موجودة? موجودة. يبقى دي خاصية انغلاق. ممتازين. ناخد المسألة اللي بعد كده. المسألة اللي بعد كده يا متى? يلا بينا. اه ده ضربه برضو وهيتوزع. يلا هنعمل ايه? هنضرب. هنوزع. سالب تلاتة تنضرب في السالب خمسة مرة. ايوة? ونوزع ضرب على الجمع ونضربها في التسعة مرة. واقول يساوي. يلا يا شطار. هنعمل ايه? ايوة ممتازين. كله بيكتب معايا هو. يلا اكتب وحاسر خطة وانت بتكتب. سالب تلاتة في سالب خمسة. يلا هنوزع. سالب تلاتة. ها? سالب تلاتة. اهي. هضربها في اختها سالب خمسة. في سالب خمسة. اه ده التوزيع الاولى. وزع تاني. اه. الاشارة ايه لف الوسط? زائد. يلا نزل للزائد. نعفي كده قوس. هنوزع سالب تلاتة في التسعة. هكتب كده سالب تلاتة. برافو. هضربها في التسعة. العدد هنا المراضي موجب. اهو. وهقول له يساوي. يا مس ما تنسيش تكتب لنا اسم الخاصية هنا. يلا انا سامعكوا بتقولوا ايه? توزيع. يلا اهي. توزيع ممتازين. خاصية التوزيع. لازم نكتب. لازم نكتب اسم الخاصية. حلو اول. كملوا. فكوا. سالب تلاتة في سالب خمسة. سالب في سالب. اشارتين متشابهتين في الهابي فيس يدي موجب. يبقى تلاتة في خمسة بكم? بخمستاشر. عافية على ولادي. ها. تعالوا نشوف كده. وفي زائد هنا. سالب تلاتة في تسعة. السالب تنضر في الموجب. برافو. تنزل اشارة سالبة. تلاتة في تسعة من سبعة وعشرين. احسنتم. يبقى هنا هنحطها في كورس اهي. يلا روح بقى اجمع. وعند الجامعة نجد اشارة موجبة مع اشارة سالبة. نطرح وناخد اشارة الكبير. ايضا اشارة الكبير هنا ايه? سالبة. بقى الاشارة اللي هتطلع ليه سالبة. ونترح سبعة وعشرين من كم? من خمستاشر. ونترح سبعة وعشرين من خمستاشر. تطلح كم يا شطار? تطلح سالب اتناشر. تطلح سالب ايه? تطلح سالب اتناشر. نحطها في كورس. ونحن نسأله. يا سالب اتناشر. انت فين? انت موجودة في اعداد صحيحة? ولا من القسور والكلام ده? لا. بتقول لك انا من الانغلاق موجودة منغلقة على نفسها. الاشارة دي موجودة عندي في الاعداد الصحيحة السالبة. فبالتالي دي عملية ايه? انغلاق. يبقى هنا خواص بتاعتنا بتاعت عملية الضرب. لابد انها تتعمل بالورقة وبالقلم. هنا بيقول لك استخدام خواص. بمعناها ما فيش حاجة سنهاء لحزبة. اتفضل اشتغل على الخواص وحققها. وزعت الضرب على الجامع. وهنا وزعت ايضا الضرب على الجامع. ممتازين. يلا احنا نشوف السؤال اللي عليه الضرب. شو حتاني? تمام. اوجد ناتج ما يلي باستخدام خواص في الضرب. خواص الضرب عندي خاصية ابدال وانغلاقه وتوزيعه ودمجه وفيه العنصر المحايد الضرب. عندي هنا دلوقتي اوزع الضرب على الجامع زي ما احنا شايفين في المسألة الاولى. لما وزع الضرب على الجامع اخد العدد الاول اللي برة خالص. واروح اضربه في العدد الاول. العدد الوحيد الواحده برة ده. اضربه في العدد الاول لجوه كوست. وعدين اروح اقول زائد. العملية في الوسط زائد. طب لو هي ناقص اروح اعمل في الوسط ايه? شايفين هنا? شايفين هنا? انا عاملة الزائد ايه. انا عاملة الزائد ايه في الوسط. الزائد هنا ايه? دي توزيع الضرب على الجامع. برضو دي توزيع الضرب على الجامع. وفيه مسائل بدل ما هي جامع في الوسط. لا دي عملية طرح. مفيش مشكلة. وبعدين اخد العدد الاول ايضا اضربه الأساسي أضربه في العدد التاني اللي هو توزيع البربعة للجنب. تمام? رحت بقى خدت سالب اربعة فاربعة كتبتها ورحت قلت زائد سالب اربعة في سالب واحد. لما عملت كده او الاسهم اللي انا اشتغلت بيها ووزعت كده اسمها توزيع انت كده وزعت. هنروح بعد كده نجيب بقى نتيجة بتاعت اللي الحد الاول يديك سالب ستاشة والحد التاني يديك موجب اربعة. لما بتجمع بيديك عدد. العدد اللي يطلع ده موجود في الاعداد الصحيحة ايه? موجود دي يا أولاد وده. وده سؤال مين استخدم خواص الدر. طب ما تيجي نشوف بقى المسألة اللي جاية بيقول لك سالب اتنين واربعين على سبعة. الكل ينضرب في التلاتة فيه كورس حوالي نعدد كلها ونضربها في ايه في تلاتة. معناها ان انا انا فك الجوره القوس الاو. معناها ان انا فك الجوره القوس الاول. فك اللي جوره القوس الاول. آه سالب اتنين واربعين. تقسيم سبعة بتسوي كام? سالب اتنين واربعين تقسيم سبعة يعني فيها اه؟ ها? ستة. يبق طلحت من الكورس ده دمع بعضي اهو. دول مع بعض. لازم افكر هو كورس. اللي هي عملية الدمج. يبقى سلب اتنين واربعين. تقسيم سبعة فيها الستة. الستة اللي طلعت بالموجب. تنضغف في عدد موجب ستة في تلاتة. برافو. الاشارة تكون موجبه? احسنتم. تديك تمنتاشر. تديك كام? تمنتاشر. ستة في تلاتة بكام? بطمنتاشر. يبقى انا عندي هنا سالب اتنين واربعين معلش. سالب اتنين واربعين بكم? معلش انا اخدش بالي من الاشارة. سالب اتنين واربعين تقسيم سبعة بسالب ستة. الاشارة سالبة سوري. سالب اتنين واربعين تقسيم سبعة بسالب ستة. اه يا ميس خلي بالك وانت بتحل. اه انا فتقرتها مطلق. سالب اتنين واربعين تقسيم سبعة بيديك سالب ستة. اه سالب ستة في تلاتة. سالب في بيدينا ايه? يدينا اشارة سالبة. يبقى انا هنا بنقول سالب تمنتاشر. تطلع نتيجة بسالب تمنتاشر. المسألة التانية بيقول خمسة واربعين على تلاتة ها ناقص ها سالب ستة. هنحل الجوة القوس الاول. حل الجوة القوس الاول ده. نحل ده الاول. يبقى التلاتة ها ناقص سالب ستة. برافو. بننزل ده ونغير دي ونجيب المعكوس. يعني دي تعمل ازاي? ايوة تتعمل كده. يعني هقول دي تلاتة? تلاتة زائد ها? والسالب ستة تبقى بكام? بستة. يبقى تلاتة وستة كام? تسعة. تلاتة وستة كام يا شطان? تسعة. يبقى تصبح النتيجة. خمسة واربعين. خمسة واربعين على ها? ما انت فكيت. عملية الترح. احنا قلنا ننزل. قلنا دي تنزل. دي تنزل. ها? ودي نغير. تمام? ونجيب المعكوس. ده الشرح التحصة اللي فاتت. حل دي الاول. هتلاقيها تلاتة زائد ستة. هتساوي كام? هتساوي تسعة. يبقى خمسة واربعين على التسعة فيها كام يا شطان? عافية على ولادي. فيها الخمسة. مهتزين. مسألة اللي عليها الدور. سبعة فيه وفاتح كوس سالب سبعة وعشرين على التسعة. حل اللي جوة كوس الاول. لازم نجي اسم يا ميس. يلا سالب سبعة وعشرين. اسمت عدد سالب على عدد موجب. هيدينا سالب. يبقى هنا معناها بتساوي. دي هنطلعها بكام? السبعة زي ما هي. وهضربها فيه سالب سبعة وعشرين على التسعة. برافو. تدينا سالب تلاتة. احسنتم. هتدينا سالب ايه? تلاتة. والسالب تلاتة. اما اضربها في السبعة. سالب تلاتة. اما اضربها في السبعة. تديك كام? تديك سبعة سالب. سبعة واحد وعشرين. تديك سالب كام? سالب واحد وعشرين. نقول تاني. يبيني لما يقول لي وجد الناتج لابد ان احنا نفك لجوة القوس الاول ونطلع نتيجته ونضربها في التاني هنا كانت مسألة اسمها عملنا الطرح واسمنا العدد الكبير على نتيجة الطرح طلعت بخمسة هنا برضو عملنا ايه اسمنا السلب 27 عد 9 فاصبحت فيها السلب 3 فنضرب 7 في سلب 3 تدي سلب 21 اتعلمنا ايه النهاردة؟ اتعلمنا ان ضرب العداد الصحيحة وخوصت عملية الضرب خدناها وحلينا عليها وعرفنا امتى يكون سالب وامتى يكون موجب خدنا كمان قسمة الاعداد الصحيحة وخوصت عملية القسمة وحلينا عليها وهنا نكون وصلنا لاخر حلقاتنا اليوم على امل لقاء في حلقة قادمة ان شاء الله اراكم في حلقة قادمة كان معكم الاستاذ عبي حسني احمد ادارة نص التعليمية محافظة بنسويف مع عركة تمانياتي بالنجاح والتفارق خلينينا على موعد على الحلقة القادمة ان شاء الله السلام عليكم ورحمة طلاباتكم